صحيح في مصر بقى بتيجي الزبحة الصدرية في التلاتينات والاربعينات لكن بيتيبت فيه عوامل الخطورة عنده تاريخ اائلي الوالد عنده الشريني بتاجي الوالدة عنده الشريني بتاجي الضغط بدأ يعلى مدخن كثيف التدخين يقول لي يعني كان عندي حد مبارح يقول لي عيل بتسجاير مش كتير اقول له عيل بتسجاير مش كتير اشين السجارة في اليوم انت مدخن كثيف التدخين لا خلاص بص يعني مش عايز باب المناقشة في هذا المجال فالتدخين مثلا ده ممكن يعمل تصلب في الشريين ويعمل زمحة صدرية السكر لو عندي تاريخها إيه من السكر يعني برضو الأب عنده سكر الأمة عندها سكر بدأ وزني يزيد البطن والكرش بدأت تزيد السمنة بتاعت البطن وسمنة الكرش والسكر النوع الثاني ظهر التحاليل بدأت تعلى بعد السكر بتاعي ما كان تحت المية على طول الصايم دلوقتي ما بيقلش عن 112 و114 صحيح أنا مبقيتش مريض سكر بالزبط لأنه ما عدتش 126 لكن كون السكر بتاعي الصايم يزيد عن 100 كده أنا بقيت بريض يا بيتك أنا مرشح أبقى مريض سكر والسكر مشكلته أنه هو بيخدر أعصاب الألم بيعمل حكس ما أوتونوميك نيوروبا في الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بالألم في القلب لما بتيجي الزبحة بيخدرها فيجي الإحساس بالألم بسيط جدا ويمكن ما يحسش بالألم أساسا ويمكن ما تجيليش الزبحة أساسا ذلك أكتر مريض ممكن يبقى خادئ للدكتور في الشران التاجي لما بيجي له القصور وما تظهرش الزبحة بالطريقة ليها زي الكتاب ما بيجيش السكاكين اللي بتقطع ما بيجيش الحجر اللي هو بيضغط على السدر ما بيجيش الحرقين الرهيب بيبقى عدم ارتياح يقول لي أنا مش مرتاح بيحط إيده كده دي سكامفورت ذلك لو مريض سكر وبدأ يشتكي من دي سكامفورت عدم ارتياح مع المجهود أو نهاجان مع المجهود ودي بيعلمها للشباب الصواري من الأطباء القلب لا دي تعتبرها زبحة صدرية بنسميها أنجينا إكويفلنت مكافئات الزبحة مكافئات الزبحة نهاجان رف رفة في ضربات القلب يحس بخفقان عدم ارتياح لكن الواجع النموذجي واجع الزبحة اللي هو زي الكتاب ممكن مريض السكر ما يجيلوش زي الكتاب برضو اللي ممكن الزبحة ما يجيلوش زي الكتاب الستات برضو في مقتبل العمر أحياناً الأعراض بتاعتها بتتلخبط ما يجلهاش الزبحة زي الكتاب تبس تيجي تيجي أعراض بسيطة جداً وخاصة لو عندها تقلص في الشرايين ما عندهاش تصلب لكن عندها تقلص أو عندها بشكلة في الشرايين على مستوى الشعارات الرفيعة مايكروفاكتور فاصل قصير